صادقت هيئة الكشاف الكاثوليكي في الأردن على أسماء المشاركين في المؤتمر الدولي الكاثوليكي للمرشدات والقادة المزمع وإقامته في كولومبيا خلال السنوات الثلاث القادمة حيث تضمن فريق الشرق الأوسط القائد عيدة الصوس مسؤولة للفريق والأب إبراهيم نفع مرشدا روحيا والقائد فيروز بوشي من الأردن وكذلك القائد جايين الحسواني من لبنان والقائد رانيم جابريال من سوريا والقائد كريستينا أنور من مصر والقائد مجد حداد أمينة للسر هذا وقد عقد الفريق اجتماعا عبر الزوم لوضع الخطة المستقبلية للفريق آملين من الله ومن أمنا العذراء أن يمنحهم النعمة والبركة لتقديم المزيد من العطاء والخدمة